المدير يحب يولي وزير والوزير يحب يولي يعني سفير والسفير يحب ولي كذا والمهرب والنس كل يعني حب تأخذ أدوار الناس كل تستحوذ عليهم بس الحاجة هي الدين يعني الناس يتعارك شكون يخطب خلو يتخل في هالسيق هذا وأصبح خطيب في الجامعة هذا إمام جامعة وخطيب ومول امرقلة واللحية والجبة والكرموسية والكذا كذا والأمور امرقلة وفجأة يا حبيبي رجل يعني محترم عنده وضعية خارق العادة رجل يعني رجل يعني معناه استاذ تعليم يعني ثانوي في البوزار في الفنون الجميلة في الفن الجميلة وفي فن النار ودرس وعمل استاج فرنسا وحاجة غولة بيها محترم يا رجل عنده ثلاثة صغيرات اللهم صلي يعني يعني دخلوه بعضو تتغير وجهت تتغير وجهت وقعبهم معناه وشحنوه شحنوه شحنوه فرمتوه ودمروه وعاودوه يعني شحنوه دماغوه بعلا أساس أن سوريا سوريا أرض الجهات أرض الكفار بشار الأسد وجماعاته يذكونا كافرين بالله وبرسوله وعلينا القضايا عليه القضاء مبرى هبطوا يعني من يحارف الكفار وفي الأسلاح حطني هنا من الكفار كفرك بالتأكيد كفرك بيت بيعه كفرني كفر خوك كفرني خون كبير كيمة ولدي ربيته شبيك دوروله مخوة حتى أنا يا ودي كفرت يا ودي هذا شيء جرامي خطير جدا وكانت أعرفهم المجرمين يعني كنت مهدد حسن معناه من خوك كنت خايف من خوك ما يا ودي أنا كفرك يعني يعني يجوز قتلك معناه أنا أؤمنوا أؤمنوا أن الأعمار بيد اللهم ما عندي ما ما أخاف من شيء بفضل ربي عليها وبرى يعني شبيه يعني معناه قضيه أو قضيه يعني شنيعة في التاريخ وأمشاه سيدة دائم معناه هزول سوريا وكذا وأنا بديت نكتب وحملت دبه لرجل غنوشي في ما كتبته وإنشرته في الصحابة شي مؤلم جدا يعني قلت له هذا كذا دمه في رنق يموت خويا غادي رجعوه لي رجعوه بعد شهرين وكذا حسينه من بعد عنده مرته وهو يعني كفه يرجعو عبر التركيا ورجعه وكذا وتخلي الحمس أنا لا يقول لي شيئا يعني هو يتفاداني وإحنا دارنا كل ولو التألبوا علي أنا يتفادوني ما يحبش يقولولي شيء لينخربوا له حياته وندمروها يعني مضلوب في اللحاب قضية إرهاب قضية ما نعرفش عليها شني إرهاب واللي ما نضاهي ما نعرفوا لي أخلاقية كيفاش تدبروها لأنه سيدة زوجته يعني ما نتقلبت عليه لأنه كان وعدها باش هزهل سوريا ما زهل سوريا إذا نتقلبت عليه هنا وعملت له قضية يعني ما نفبركت له قضية يعني مضرو أحبت تمشي معها لسوريا زهد زوجته كيفاش دعايته كل يا ودينا جمسيكينا سوريا كيفاش يوصلوا وكيفاش يوصلوا يدمغجوا الناس بالتاريق هذا أوصلوا أنت أشوفوا يكتبهم أنت أشوفوا إدارة التوحش وشني قلت أخويا كفرني معناه كان يوصل كفر تي يا عشبي هذا هو الواقع خناي ما نتقول أني أتسطر على ماذا يا حبيب لي معناه كيفاش يوصل فالخوه اللي رباه وكبر وصرف عليه وخوه الكبير وكذا يوصل لكفر ها يا عشبي يوضطه مش كفر يودي هذو ميفرقون بين زوجتي وزوجها وبين الأخ وأخيها وبين الجار وجار يودي ناس مجرمين ناس مجرمين يعتقدوا أمه هم أصحاب الحقيقة ونحن أبالس هم كفار أنا يعتبروني شيطان لماذا أنا دائما شيخ عليهم ودائما ألعبهم في الميدان بتاعهم وهم حين يتعرضوني من جهة أنا نتعرضونهم بقنابل وصواريخ عبره للتواريخ بدريك كتبتونهم بكتاب تنستكرار ما قولي ليس كراء قلتونهم تحبوا نوريكم مش معناها السكر يا كذا كذا ها عقر الكتاب هذائي للتاريخ وسلام عليكم نحسك موجوعة برشا برشا شو موجوعة تمرير